دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف انتقد المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة اتوفت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وصف شيخ الأزهر في بيان عبر صفحته في فيسبوك المشهد بأنه بعيد كل البعد عن الأخلاء والإنسانية والدين وقال إنه من الخطورة أنه تضيع الإنسانية وتضغى الأنانية فيجوع المرء وجاره شبعاً ويموت ولا يجد من يدفنه وشدت شيخ الأزهر على إن إنسانياتنا بتوجب على الجميع لالتزام بالتضامن الإنساني برفع الوصم عن المرض وكفالة المتضررين وإقرام من ماتوا بسرعة ودفنهم والدعاء لهم